حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا سعدان بن يحيا بن صالح اللثمي حدثنا صدقة بن أبي عمران عن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو الوليد قال أبو عوانة حدثنا عن جابر عن عمار هو الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هودة بن خليفة حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يزيد بن عبيدة حدثني أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه حدثنا محمد بن رمح حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن العمر عن سعيد المخبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليكثل عن يساره ثلاثة وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما يرى النائم كأن عنقي ضربت وسقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حلم أحدكم فلا يخبر الناس بتلعب الشيطان به في المنام حدثنا أبو بكر حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي عن عميه أبي رزين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال والرؤيا جزء من سكة وأربعين جزءا من النبوة قال وأحسبه قال لا يقصها إلا على وهد أو ذير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر حدثنا بشره هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا إلى السماء رأيتك أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل بعدك فعلا به ثم أخذ به رجل بعده فعلا به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلا به فقال أبو بكر دعني أعبرها يا رسول الله قال أعبرها قال أما الظلة في الإسلام وأما ما ينطف منها من العسل والسم فهو القرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف منه الناس فالآخر من القرآن كثيرا وقليلا وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلا بك ثم يأخذه رجل من بعدك فيعلو به ثم آخر فيعلو به ثم آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض فنقف سمنا وعسلا فذكر الحديث نحوه حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عذبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أبيت في المسجد فكان من رأى منا رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي النبي صلى الله عليه وسلم فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لم ترع فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل قال فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حمال بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصالة فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا قال الحمد لله الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسكت قلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقال قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة فإذا هو عبد الله بن سلام حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلي فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يسر ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتان الله به يوم بك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفحتهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي حدثنا أبو بكر حدثنا معاذ بن هشام حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس قال قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك قال خيرا رأيت تند فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قسم قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمة الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرني ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن صعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بني قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزى المجتهد منهما فاستشهد ثم مكت الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال من أي ذلك تعجهون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبو بكر الهدلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الغل وأحب القيد القيد ثبات في الدين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحفظ بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمال بن سالم أن عمر بن أوسن أخبره أن أباه أوسن أخبره قال إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فسارح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه فلما ول الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن صميط بن السمير عن عمران بن الحسين قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه وقالوا هلكت يا عمران قال ما هلكت قالوا بلى قال ما الذي أهلتني قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشله قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبت إلا يسيرا حتى مات فدفلناه فأصبح على بحر الأرض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفلناه ثم أمرنا غلماننا يحرثونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعزو فدفلناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا حفص بن غيات عن عاصم عن الصميط عن عمران بن الحسين قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم شهور شهركم هذا ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمر نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي خيس النصري حدثنا عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك ولذي نفس محمد بيده ذا حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا حدثنا بكر بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيا جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هالئ عن عمر بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المتنى قال حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منها حدثنا عيش بن محمد أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتهب نهبة فليس منها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غلما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئه ثم قال إن النهبة لا تخذ حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن شقير عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصط الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن السنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكافر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أحمد بن خالد الذهبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن حابس اليماني عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في جنمة الله فلا تخفر الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عباذة حدثنا أشعة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو المهزم يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة السلامي حدثني أبو خلف الأعمى قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالك فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجائن الأنصار عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها عليه حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا سعيد بن بشير عن قتابة أنه حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض يعني الذهب والفطة وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك وإني سألت الله عز وجل ثلاثا أن لا يصلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لي إذا قضيت قضاءا فلا مرد له وإني لن أصلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمة الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهولا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب ابنة أم سلم عن حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اخترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وعقد بيديه عشرة قالت زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفين الصالحون قال إذا كثر الخبث حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة فقلت أنا قال إنك لجري قال كيف قال سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال فيكسر الباب أو يفتح قال لا بل يكسر قال ذاك أجدر أن لا يغلق قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغالير فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسوق سنة فسأله فقال عمر حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية وعبد الرحمن المحاربي ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمر بن العاص وهو جادس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتضر ومنا من هو في جشرة إذ نادى مناديه الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مبلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مبلكتي ثم تنكشف فمن سره أن يزحزع عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأشار بيده إلى أذني فقال سمعته أذني ووعاه قلبي حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلا وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وأشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عوامكم حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعف بن طريف عن عبد الله بن الصالد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر قلت ما أخار الله لي ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم قال تصبر قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالعفة ثم قال كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال إلحق بمن أنت من قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك قال شاركت القوم إذن ولكن أدخل بيتك قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن حدثنا أسيد بن المتشمس قال حدثنا أبو موسى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لحرجا قال قلت يا رسول الله ما الهرت قال القتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لكم ثم قال الأشعر وأيم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم وأيم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان قال حدثتني عديسة بنت أهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم قال بلى قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان شك أبو بكر عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف وإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن سحيم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم السدوسي حدثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حمياد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن زياد سينين كوش عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفتن إن اللسان فيها مثل وقع السيف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثني أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف وقال له علقمة إن لك رحيمة وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به وإني سمعت بلال ابن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل لها رضوانه إلى يوم الخيامة وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال ابن الحارث حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيحوي بها في نار جهنم سبعين خريفا حدثنا أبو بكر حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعزن العامري أن سفيان بن عبد الله الثقافية قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائد عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخذرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامك الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا قلت يا هبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به قال تكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألزناتهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومية قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أب الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معايش الناس لهم رجل منسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل مضانة ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قال ثم من قال ثم امرئ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدعو الناس من شربه حدثنا علي بن محمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن خرط عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأنت موت وأنت عابض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم حدثنا محمد بن الحارث المصري حدثنا الليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكري بن أبي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن بكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلب مزياد عن معاوية بن قر عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغربا حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنال بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغربا حدثنا حرملة بن يحيا عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغربا قال قيل ومن الغربا قال النزاع من القبائل حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكي قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلما حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كئب لمئة لا تكاد تجد فيها راحلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمر عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفت محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمر حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن ثنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إذن حدثنا عيسى بن حمد المصري أنبأنا ليت بن صعد عن سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زخرة الدنيا فقال له رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساع ثم قال كيف قلت؟ قال قلت وهل يأتي الخير بالشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع حدثنا عمر بن سواد المصري أخبرني عبد الله بن وهد أنبأنا عمر بن الحارث أن بكر بن سواد تحدثه أن يزيد بن رباح حدثه عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن زبير أن المسور بن مخرمة أخبره عن عمر بن عوف وهو حليف بن عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بخدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يتركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سليمان التيمي وحدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال حدثنا عمران بن موسى الليسي حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي مضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن زبير عن عائشة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أمة الجبار أين تريدين قالت المسجد قال وله تطيبتي قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرنا النعنى وتكفرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتي تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان الدين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمر بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شك أن يعمهم الله بعقابه قال أبو أسامة مرة أخرى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علي بن باذيمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أساه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ونزل فيهم القرآن فقال لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنذر إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرى حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود أملاه علي حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدثنا عمران بن موسى أنبأنا حمال بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب حدثنا سعيد بن سويد حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتا منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمره عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفهم من شديدهم حدثنا القاسم بن زكري بن دينار حدثنا عبد الرحمن بن مصعب وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا إسرائيل أنبأنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حمد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند ذي سلطان جاهل حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخضري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخضري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان فالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني عمي عن عمر بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني قال قلت كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اتديتم قال سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثر وإعجاب كل ذي رأيا برأيك ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون بمثل عمله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا أبو معيد حفظ بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار للعبد أنه سمع أبا سعيد الخدرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقنا الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة حدثنا محمود بن خالد لمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبي عن عطاء ابن أبي رباق عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معنو بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنمن الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنياء يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعب عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه حدثنا يوسف بن حمد المعني ويحيى بن درس قالا حدثنا حمد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي ناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يديه فوق اللحاف فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدمعا وجيه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حدثنا حرملة بن يحيا ويونت بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونت بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وزعيد بن المسيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموجة قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنة قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد فجعل الدم يسيل على وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا قال أتحب أن أريك آية قال نعم أرني فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال ادعو تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفو لي كل من تلفظ بالإسلام قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدا فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدا وكان لا يقرب نساء فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر فقيل ومن رآه معك قال فلان فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشر فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبر حدثنا محمد بن رمح أن بأن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلاك الصخ حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عبد الواحد بن صالح حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتاذة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وقال بندار حلاوة الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا ابن أبي عديد وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرخت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا يشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر حدثنا غياث بن جعفر الرحبي أنبأنا الوليد بن مسلم سمعت بن جابر يقول قال قال سمعت أبا عبد ربه يقول سمعت معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العام حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيا عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم حدثنا هلناد بن السري وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن أبي طفير عن حذيفة بن أسيد قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلا حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولني حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تابوك وهو في خباء من أدم فجلست بفناء الخباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف فقلت بكلي يا رسول الله قال بكلك ثم قال يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة احدى هن موتي قال فوجمت عندها وجمة شديدة فقال قل احدى ثم فتح بيت المخدس ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل صاخطا وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلت ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي حدثنا عمر مولى المتقلب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تختلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها وإذا كانت الحفاة العرات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء الغلم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحم الآية حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعده سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذاب فيقتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل 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 ثلاثا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيام قال ثكيلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلى ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلف تنجيهم من النار ثلاثا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفعه قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال قال تنافسي يعني وسط قلوب الرجال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أفدح ذيفة كثا من حصى فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين وحتى يقال لرجل ما أعقله وأجلده وأضرفه وما في قلبه حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما ليردنه علي إسلامه ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سينان عن أبي الزاهيرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن عامر بن واسلة أبي الطفيل الكناني عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا حدثنا حرمنة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العام حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنا عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد المئتين حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن مغفل عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومئة سنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم إلى ستين ومئة سنة أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج الهرج النجى النجى حدثنا نصر بن علي حدثنا خازم أبو محمد العنزي حدثنا المسور بن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاما فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى ثم ذكر نحوه حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا بشير بن سليمان عن سيار عن طارق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين يدي الساعة مسخ وخسخ وقذر حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حاز بن دينار عن سهل بن سعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي خسخ ومسخ وقذر حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنة قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو صخر عن نافع أنا رجلا أتى بن عمر فقال إن فلانا يقرئك السلام قال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسخ وقذر وذلك في أهل القدر حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمر عن أبي الزبيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذر حدثنا هشام بن عمر حدثنا سفيان بن عينة عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان سمع جده وعبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأمن هذا البيت جيش يغذونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم ويتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنه فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهدي عن مسلم بن صفوان عن صفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغذو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة سمع نافع بن جبير يخبر عن أم سلمة قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره قال إنهم يبعثون على نياتهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهم السلام فتجل وجه المؤمن بالعصى وتخطم أنفى الكافر بالخاتم حتى أن أهل الحواء ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر قال أبو الحسن القطان حدثناه إبراهيم بن يحيا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر حدثنا أبو غسان محمد بن عمر زنيج حدثنا أبو تميلة حدثنا صارد بن عبيد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإلى أرض يابسة حولها رمض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصايا هذه هكذا وهكذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمين عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات فروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس رحا قال عبد الله فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب قال عبد الله ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمر بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرك يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وقال ابن نمير أشد سؤالا مني فقال لي ما تسأل عنه قلت إنهم يقولون إن معه الطعام والشراب قال هو أهون على الله من ذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تنيمن الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ألا إن ابن عم لتني من الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها فإذا هم بشيء أهدب أسود قالوا له ما أنت قال أنا الجساسة قالوا أخبرين قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم من أين قالوا من الشام قال ما فعلت العرب قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم قالوا خيرا ناوى قوما فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد قال ما فعلت عين زغر قالوا خيرا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا يطعم ثمره كل عام قال فما فعلت بحيرة الطبرية قالوا تدفق جنباتها من كثرة الماء قال فزفر ثلاث زفرات ثم قال لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثني أبي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابية يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغدات فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغدات فخفضت فيه ثم رفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه قائمة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله أثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم قال فاقدروا له قدرة قال قلنا فما إسراعه في الأرض قال كالغيس استدبرته الريح قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به فيأمر السماء أن تنطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء ثم يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحي ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طقطع رأسه قطر وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتلق ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبيناهم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد لقتالهم وأحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة بينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله سبحانه ويرسل عليهم خيرا كأعناق البخط فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيرسله حتى يتركه كالزلق ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستضلون بتحفها ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفصر فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ابن جابر عن يحيى بن جابر الطائي حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان يقول قال رخول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشى بهم وأترستهم سبع سين حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمر عن أبي أمامة الباهرية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله أن قال إن لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين ضحرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراء فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله فاسبتوا فإني سأصف لكم صفة لم يصف آئياه نبي قبري إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تنوتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن اتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكه فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في سورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبع فإنه ربه وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن ثم يزعب أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول رب يا الله وأنت عدو الله أنت الدجهة والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم قال أبو الحسن القنافسي فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن الوليد والصافي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تنطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكه وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه ويأمر السماء أن تنطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت أعظمه وأمده خواصر وأدره طروع وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح ورجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمة فيصلي بهم إمامهم فإذا انصر فقال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساد فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلقها ربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللبد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى اقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى ينسي فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويدبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والطباغض وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريه مات قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل له فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية وتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض وتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبث مطرها كله فلا تقطر قطره ويأمر الأرض فتحبث نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلك إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام قال أبو عبد الله سمعت أبا الحسن الطنافسية يقول سمعت عبد الرحمن المحاربية يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصديان في الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقصطا وإماما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخفجون كما قال الله تعالى وهم من كل حداب ينسلون فيعمون الأرض وينحاذ منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ما ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهد حربته إلى السماء فترجع مخضرة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعله فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي اجفض فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام بن حوشب حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاءا وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعقونه فيقاتلون فينصرون فيعقون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قصة كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبا على الثلج حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محمد بن مروان العقيني حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة المهدي إن قصرها سبع وإلا فتسع فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعم مثلها خط تؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ حدثنا محمد بن يحيا وأحمد بن يوسف قالا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق يقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري حدثنا ياسين عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا أبو المليح الرقي عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيد قال كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدية فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة حدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سيادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي حدثنا حرمنة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمر بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارف بن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوقعون للمهدي يعني سلطانة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكبول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال لي جبير انطلق بنا إلى ذي مخمر وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معهما فسأله عن الهدنة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغذر الروم ويجتمعون للملحمة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عاطية بإسناده نحوه وزاد فيه فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن سليمان بن حبيب المحارب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا يؤيد الله بهم الدين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عطبة بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله قال جابر فما يخرج الدجال حتى تفتح الروم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان بن أبي مريم عن يزيد بن قطيب السكوني وقال الوليد يزيد بن قطبة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خارد بن أبي بلال عن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسارح لمسلمين ببولاء ثم قال صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي يا علي قال بأبي وأمي قال إنكم ستقاتلون بني الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لوم تلائم فيفتتحون القصة الظينية بالتسبيح والتكدير فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالأترسة ويأتي آت فيقول إن المسيح قد خرج في بلادكم ألا وهي كذبة فالآخر نادم والتارك نادم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس للخولاني حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما مع لدم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن عمر بن تغلب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعيون الشعر حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعيون الشعر ويتخذون الدرق يربطون خيلهم بالنخل حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمر بن واقد القرشي حدثنا يونث بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرن الغفاهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الزهادة في الدنيا بتحرين الحلال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوسق منك بما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك قال هشام قال أبو إدريس الخولاني يقول مثل هذا الحديث في الأحاديث تمثل الإبريز في الثهر حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاة وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل قد أعطي زبدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر حدثنا شهاب بن عباد حدثنا خالد بن عمر القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين فأتاه معاوية يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أي خال أوجع مشفذك أم على الدنيا فقد ذهب صفها قال على كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وجدت أني كنت تبعته قال إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك قادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت قال وما عهد إليك قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا قسمت وعند همك إذا هممت قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال قال عبد الله سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوليته ألف حدثنا نصر بن عبيل الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالد عن أبي هريرة قال ولا أعلمه إلا قد رفعه قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت المستورد أفى بني فهر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا المسعودي أخبرني عمر بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا فرشنا لك عليه شيئا يقيك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها حدثنا هشام بن عمار وإبراهيم بن المنذر الحزامي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا أبو يحيا زكري بن منذور حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجل حليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجدها فقال أترون هذه هيينة على صاحبها فولذي نفسي بيده لالدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ولو كان في الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا حدثنا يحيا بن حبيب بن عربي حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم الهمداني قال حدثنا المستورد بن شداد قال إني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على سخلة منبوذة قال فقال أترون هذه هانت على أهلها قال قيل يا رسول الله من هوانها ألقوها أو كما قال قال فوالذي نفسي بيده لالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو خليد عتبة بن حمد بن مشقي عن ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السنولي قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور حدثنا هشام بن عمار حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واحد عن بسر بن عبيد عن أبي إدريس الخولاني عن معاهد جبل قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك عن ملوك الجنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يقبه له لو أقسم على الله لأبره حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حاركة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ألا أنبئكم بأهل النار كل عطل جواب مستكبر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمر بن أبي سلم عن صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سليمان عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة غامض في الناس لا يقبه له كان رزقه كفافة وصبر عليه عجلت منيته وقلت راثه وقلت بواكيه حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة الحارث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان قال البذاذة القشافة يعني التقشف حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن ابن حسيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد السعدي قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل قالوا رأيك في هذا نقول هذا من أشرف الناس هذا حري إن خطب أن يخطب وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب لم ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري حدثنا حماد بن عيسى حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمسمائة سنة حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا أبو غسان بهلول حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمس سنئة عام ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيا حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزمي عن المقبري عن أبي هريرة قال كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخضري قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمر بن محمد العنقزي حدثنا أصباق بن نصر عن السدي عن أبي سعد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله فتكون من الظالمين قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حسن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك كتابا قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبرايل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ثم ذكر الأقرع بن حابس وعينة بن حسن فقال وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ثم قال وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ قال فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكَبَتِكَ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراج أن يقوم خام وتركنا فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم ولا تجارس الأشراف يريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عينة والأقرع واتبع هواه وكان أمره فرطا قال هلاكا قال أمر عينة والأقرع ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا قيس بن الربيع عن المخدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال نزلت هذه الآية فينا ستة فيا وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمخداد وبلاد قال قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فطردهم عنك قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل فأنزل الله عز وجل ولا تطعون الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي يريدون وجهه الآية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخضري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للمكسرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو زميل هو سماك عن مالك بن مرثد الحنفي عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلال عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أخدا عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمر بن غيلان الثقافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقل الماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن لم يؤمن به ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأقل عمره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا غسان بن برزين وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا غسان بن برزين حدثنا سيار بن سلامة عن البراء الصليطي عن مقادة الأسدي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة فرده ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه ذناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها قال وفي من جاء بها ثم أمر بها فحلبت فدربت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول واجعل رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة حدثنا الحسن بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا إسحاق بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حدثنا محمد بن رمح حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هانئن الخولاني أنه ما سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكثافة وقنع به حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ويعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن مفيع عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قالا حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميل عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في ثربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله قال أبو معاوية عليكم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار ما هو إلا التمر والماء إلا أن ابن نمير قال نلبث شهرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان قلت فما كان طعامهم قالت الأسودان التمر والماء غير أنه كان لنا جيران من الأنصار جيران صدق وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه ألبانها قال محمد وكانوا تسعة أبيات حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى أنبأنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تم وإن له يومئذ تسعة نسوة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعود عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبح في آل محمد إلا مد من طعام أو ما أصبح في آل محمد مد من طعام حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبيه عن سليمان بن صرد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير وأبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشبه ليه حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن الساد عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة وهما في خميل لهما والخميل القطيفة البيضاء من الصوف قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذ خراء وقربة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل حدثني عبد الله بن العباس حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قال فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوتك وهذه خزانتك قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى حدثنا محمد بن طريف وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالا حدثنا محمد بن فضيل عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي قال أهديت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدق فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم مئة ألف قال شقيق كأنه يعرض بنفسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي نعامر سمعه من خالد بن عمير قال خطبنا عطبة بن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشزاقنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة أنهم أصابهم جوع وهم سبعة قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مرات لكل إنسان تمره حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن زبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال زبير وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروا عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمئة نحمل أزوادنا على رقابنا ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة فقيل يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من غجل فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر يوما حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمر قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلت خصا لنا وها نحن نصلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة حدثني إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هاده قالوا قبة بناها فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيام فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها فمر نبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك فقال يرحمه الله يرحمه الله حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد عن ابن عمر قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكننني من المطر ويكننني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال أتينا خبابا نعوده فقال لقد قال سقمي ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمن الموت لتمنيته وقال إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوتكما فإن الإنسان ترده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا أبو شعيب صالح بن زريق العطار حدثنا سعد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعبة كلها لم يبالي الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه التشعب حدثنا محمد بن طريف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبدو به النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفطل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبيهند عن أبيه قال سمعت بن عبدهن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حدثنا محمد بن زياد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني عثمان بن جبير مولى أبي أيوب عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتبر منه وأجمع اليأس عما في أيدي الناس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلم عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجدث يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة من غنمك قال اذهب فخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم قال أبو الحسن بن سلم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا موسى حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه بأذن خيرها شاء حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا سعيد بن مسلم جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه نثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه نثقال حبة من خردل من إيمان حدثنا هنال بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إذابي من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إذابي فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار حدثنا حرمنة بن يحيا حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن الحارث أن دراجا حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافرين حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الصمد وسلم بن ختيبة قالا حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها حدثنا عمر بن رافع حدثنا جرير عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريضة والنضير على حمار ويوم خيبر على حمار مخطوم برسل من ليف وتحته إكاف من ليف حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثنا أبي عن مطر عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عطفة مولا لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا رؤيا ذلك في وجهه حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سعيد بن محمد الوراق حدثنا صالح بن حيان عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء حدثنا عمر بن رافع حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمر أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا هشيب عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائخ يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يونس بن بوكير حدثنا خالد بن دينار الشيباني عن عمارة العبدي حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتتكم مفود عبد القيس وما يرى أحد فينا نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج العصري فجاء بعد فنزل منزلا فأناخر حلته ووضع ثيابه جانبا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدى قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه حدثنا أبو إسحاق الهروي حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والحياء حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كرمها عبد ابتغاء وجه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق الأجلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطفت وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلدتم بالنساء وما تلدتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة تعضب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي فديك عن نوسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن زبير أخبره أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابا قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون حدثنا أبو بكر بن خلف حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حدثنا هناج بن السري حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلرت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان حدثنا القاسم بن زكريلي بن دينار حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو رجائن الحراساني عن محمد بن مالك عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل السرع ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدت حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وإبراهيم بن المنذر قالا حدثنا ابن أبي فديك حدثني حماد بن أبي حميد الزرقي عن عون بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد الأمداني عن عائشة قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتا وقلوب وجيلة أهو الذي يزني ويسرخ ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو عبد رب قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا بقية عن ورقاء بن عمر حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله عز وجل هذا عبدي حقا حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسجدوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك حدثنا محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور حدثنا محمد بن بكر أنبأنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصر وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك فيه عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال وقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد بن أوسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وتن ولكن أعمالا لغير الله وشهفة خفية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرأي يرأي الله به حدثنا هارون بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرأي يرأي الله به ومن يسمع يسمع الله به حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناق عن أبي الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحقر والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار حدثنا الحسين بن الحسن المروزي أنبأنا عبد الله بن المبارك وابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحمة وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحمة حدثنا يعقوب بن حميد المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بن عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليه أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا زيد بن واقد حدثنا مغيث بن سمين عن عبد الله بن عمر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثنة بن الأسقع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحف فإن كثرة الضحف تميت القلب حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتاد عن الحسن عن سمرة بن جند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن أبي السليل ضريب بن نفير عن أبي ذر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة وقال عثمان آية لو أخذ الناس كلهم بها لك فتهم قالوا يا رسول الله أيّة آية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقافي عن أبي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو البناوة قال والنباوة من الطائف قال يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بمذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جانع بن شداد عن كلثوم الخزعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا إنك قد أسأت فقد أسأت حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت حدثنا محمد بن يحيا وزيد بن أخزم قالا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو هلال حدثنا عقبة بن أبي ثبيت عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت له الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه قال ذلك عاجل بشر المؤمن حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني قال لك أجران أجر السر وأجر العلاني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعب قالا أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبر أنه سمع القمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن أبي كفشة الأنمالية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كانني مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما في الوزر سواء حدثنا إسحاق بن منصور المروزي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي كبشة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم حدثنا زهير بن محمد أنبأنا زكريا بن عدي أنبأنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نياتهم حدثنا أبو بشر بكر بن خلف وأبو بكر بن خلاد الباهري قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربع وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربع فقال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه أو تنهسه من كل مكان فإن أخطأه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط والخط الخارج الأمن حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النطر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجله عند قفاه وبسط يده أمامه ثم قال وثم أمله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين في حب الحياة وكثرة المال حدثنا بشر بن معاذن الضغير حدثنا أبو عوانة عن قتابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرب بن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معهما فاث ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من تاب حدثنا الحسن بن عرف حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي سلم عن أم سلمة قالت والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت عند امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت فلانا لا تنام تذكر من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة الكاتب التميمي الأسيدي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة حتى كأن رأي العين فقمت إلى أهلي وولدي فضحكت ولعبت قال فذكرت الذي كنا فيه فخرجت فلقيت أبا بكر فقلت نافقت نافقت فقال أبو بكر إنا لنفعله فذهب حنظلة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حنظلة لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو على طرقكم يا حنظلة ساعة وساعة حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل حدثنا عمر بن رافع حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكة مليا ثم انصرر فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال يا أيها الناس عليكم بالقصد ثلاثا فإن الله لا يمل حتى تمله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وأبي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما كنا نعمل في الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني سعيد بن مسلم بن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن زبير يقول حدثني عوف بن الحارث عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمان فإن لها من الله طالبا حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قالا حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا عقبة بن علقمة بن خديج المعافري عن أرقاة بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أخواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثاب جبال تهاما بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارب الله انتهكوها حدثنا هارون بن إسحاق وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه وعمه عن جده عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسئل ما أكثر ما يدخل النار قال الأجوفان الفم والفرج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابا حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها حدثنا يعقوب بن حميد بن كاس بن المديني حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصرم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسها حتى إذا أعي تسجى بثوبه فبينا هو كذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف التوب عن وجهه فإذا هو براحلته حدثنا أحمد بن سعيد الدارني حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا أهيب بن خالد حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن الحباب حدثنا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم حدثنا راشد بن سعيد الرملي أنبأنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا المعتمر سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل له شيئا فأنزل الله عز وجل وأقن الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال الرجل يا رسول الله أليها ذك فقال هي لمن عمل بها من أمتي حدثنا محمد بن يحيا وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال زهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أو صابني وقال إذا أنا ميت فأحرخوني ثم شحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا قال ففعلوا به ذلك فقال للأرض أدي ما أخذتي فإذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك أو مخافتك يا رب فغفر له لذلك قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة غفطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت قال زهري لألا يتكل رجل ولا ليأس رجل حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقافي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فسلوني المغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له وكلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشقى عبد من عبادي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذن اللذات يعني الموت حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أنس بن عياض حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس حدثنا هشام بن عبد الملك الحنصي حدثنا بقية بن الوليد حدثني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمر بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأفشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيختح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخل حميدة وأفشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأفشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبت بن عبيدة قالا حدثنا عمر بن علي أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني حدثنا يحيى بن خلف أبو سلم حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتاب عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل له يا رسول الله كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت فكلنا يكره الموت قال لا إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن صحيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان بن عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجى منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي لئب عن محمد بن عمر بن عطا عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاف الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلتك فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في عذاب الخبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي آخرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبر أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث حدثنا إسماعيل بن حفصن الأبلي حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نغرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم قال قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة قال حفاة عراه قلت ونساء قال ونساء قلت يا رسول الله فما يستحيا قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعادير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاء أذنين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعب عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين تكون الناس يومئه قال على الصراط حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمر بن عبد بن العتواري أحد بني ليث قال وكان في حجر أبي سعيد قال سمعته يعني أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ضهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيذ الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون علي غرى محجرين من الوضوء سيماء أمتي ليس لأحد غيرها حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا بلى قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد التور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد التور الأحمر حدثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون لا فيقال من شهد لك؟ فيقول محمد وأمته فتدعى أمة محمد فيقال هل بلغ هذا؟ فيقولون نعم فيقول وما علمكم لذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه قال فذلك قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلاه بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وَلَذِي نَفْتُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا تُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُوا أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّأُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَانِيِّكُمْ مساكن في الجنة ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل حدثنا عيسى بن محمد بن النحاس الرمري وأيوب بن محمد الرقي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن آخرها وخيرها حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسماعيل بن علية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا حسين بن حفص من الأصبهاني حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو سلمة حمد بن سلمة عن سعيد بن إياسن الجريري عن أبي مطر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم عن ألس بن مالك قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداءك من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله مئة رحمة قسم منها رحمة بين جميع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة حدثنا أبو كريب وأحمد بن سينان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة فجعل في الأرض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض والطير وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إبراهيم بن أعين حدثنا إسماعيل بن يحيى الشيباني عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غزواته فمر بقوم فقال من القوم فقالوا نحن المسلمون وامرأة تحسب تنورها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وهجه تنور تنحت به فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله قال نعم قالت بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم الراحمين قال بلى قالت أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها قال بلى قالت فإن الأم لا تلخي ولدها في النار فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا عمر بن هاشم حدثنا ابن لهيعة عن عبد ربه ابن سعيد عن سعيد المطبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي قيل يا رسول الله ومن الشقي قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سهيل بن عبد الله أخو حزم القطعي حدثنا سابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلى هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال قال الله عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليس حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبل قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبت الحافظون؟ ثم يقول ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنا وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا عطية عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد نجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه رجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قيل يا رسول الله أتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجرين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم حدثنا محمود بن خالد من الدمشق حدثنا مروان بن محمد حدثنا محمد بن مهاجر حدثني العباس بن سالم من الدمشق يبئت عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك قال أجلا والله يا أمير المؤمنين قال والله ما أردت المشقة عليك ولكن حديث بلغني أنك تحدث به عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوق فأحببت أن تشافهني به قال فقلت حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أكاويهه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا وأول من يرده علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا والشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد قال فبكى عمر حتى اصضلت تحيته ثم قال لكني قد نكحت المنعمات وفتحت لي السدد لا جرم أني لا أغسل ثوب الذي على جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعر حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قال أنس بن مالك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ثم قال لو جدنا أننا قد رأينا إخواننا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخوان الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحول قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت من أمته قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهراني خيل دهم بهم ألم يكن يعرفها قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء قال أنا فرطكم على الحوض ثم قال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزادوا يرجعون على أعقابهم فأقول ألا سحقا سحقا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اشتبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا حدثنا مجاهد بن موسى وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قالا حدثنا هشيم أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي مضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر حدثنا نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم نار بدنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمى أذن لهم في الشفاع فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيد قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا أبو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبيهن عن ربعي بن حراش عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتاذة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون أو يهمون شك سعيد فيقولون لو تشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ويشكو إليهم ذنبه الذي أصاب فيستحي من ذلك ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم ويستحي من ذلك ولكن ائتوا خليل الرحمن إبراهيم فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتله النفس بغير النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأنطلق قال فذكر هذا الحرف عن الحسن قال فأمشي بين السماقين من المؤمنين قال ثم عاد إلى حديث أنس قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع يا محمد وقل تسمع وسل طلطه واشفع تشفع فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد قل تسمع وسل طلطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل تسمع وسل طلطه واشفع شفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن قال يقول قتادة على أثر هذا الحديث وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير حدثنا سعيد بن مروان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أباه بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فصر حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الحسين بن ذكوان عن أبي رجائن العطارد عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم قالوا يا رسول الله سواه قال سواي قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سمعته حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني لرب الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاع فاخترت الشفاع قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ويعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مفيع الأبي داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين من تفعتم بها وإنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقدت النار ألف سنة فبيضت ثم أوقدت ألف سنة فحمرت ثم أوقدت ألف سنة فسودت فهي سوداء كالليل المظلم حدثنا الخليل بن عمر حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضرا قط أو بلاء فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيش بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عضية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند حدثنا عبد الله بن قيس قال كنت عند أبي بردة ذات ليلة ودخل علينا الحارث بن أقيش فحدثنا الحارث ليلة إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمنكن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام غيره حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا لعقوب بن محمد الزهري حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة ومن بلها ما قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلمنا ثم ما أخفي لهم من قرة أعي جزاء بما كانوا يعملون قال وكان أبو هريرة يقرأها من قرات أعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبر في الجنة خير من الأرض وما عليها الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن عمار حدثنا زكريا بن منذور حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاهة بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة مئة درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعناها الفردوس وإن أوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا ما سألتم الله فسلوه الفردوس حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن مهاجر للأنصر حدثني الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن كريب مولى بن عباس قال حدثني أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونظرة في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله ثم ذكر الجهاد وحض عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على ثورة القمر ليلة البدر ثم الذين يدونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مثل حديث بن فضيل عن عمارة حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن كثار عن ابن عمارة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته أطيب من المسك وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج حدثنا أبو عمر الضرير حدثنا عبد الرحمن بن عثمان عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مزكوب حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثني عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق؟ قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في لقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشة ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيا على كسبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبينما هم كذلك رشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ليحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيهما لم تنظر العيون إلى مثلك ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل له عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلنا مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا حدثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشق حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي ولها ذكر لا ينثني قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار يعني رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوى فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله سبحانه اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي إنها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا حدثنا هلاذ بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن زيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلا منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا